مرحبا صباعية اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي هذا الفيديو طبعا مثل ما شفته بالعنوان هو اكترية الاشياء او اكتر الشغلات اللي انت علمت منها او تعلمتها بقي سنة 2019 خلت حياتي تكون سعيدة نوعا ما طبعا كلمة سعيدة هي كتير كلمة كبيرة كتير صعب الواحد يحقق السعادة طبعا قد ما حققت السعادة ما بتوقع في حدا عنده السعادة المطلقة بس هذا اول فيديو اللي على القناة هيكون هو self help او life coaching او شغلات عن تنمية ذات عفكرة انا هذا الموضوع من اكتر المواضيع اللي بيشدني اني انا اقرأ عنه كيف الواحد يكون ناجح بحياته كيف الواحد يحب حياته يحب حاله كيف يكون سعيد فبصراحة كتير عالم طلبوا مني ان يصير احكي بهاي المواضيع اليوم رح احكي لكم 5 اشياء هي انا تعلمتها مو بس من سنة 2016 هي انا قوانيني بالحياة طبعا دائما كل سنة عن سنة بيتغيروا هدول الاشياء بس الاساسيات هي ذاتة هي نفسة اللي كانت عندي موجودة ممكن زدت عليها ممكن قمت منها انا حاولت كتير اختصرا لحتى تطلعوا خمسة خمس اشياء فقبل ما بلش بالخمس خطوات او خمس الاشياء اللي حتى تتحققوا والسعادة بهاي السنة ان شاء الله لا تنسوا اعملوا سبسكرايب للقناة وعملوا لايك للفيديو وعملوا شير اذا حبيتو اذا استفدتو منو وطبعا تابعوني على سناب شاتو على الانستغرام كل شي هيكون بصندوق الوصف وحيكون باخر الفيديو ويلا مبلش هلا كيف الفيديو راح يكون انا راح اقرأ لكم انا شو كاتبة لاني انا هاي كتبتها من قلبي كل جملة كتبتها بدون تفكير كتير زايد بدون يعني كون كلمات كتير تقيلة وحبيت يكون حكي هيك يعني من القلب للقلب اول شغلة سر الحياة السعيدة هي نحنا نحنا بنختار ومنقرر اذا راح نكون سعداء او لا لا المال ولا الاشخاص ولا اي شي بالحياة هو بخلينا سعداء غير نحنا ذاتنا فحتلاقوا اكتريت الاشياء متعلقة ببعض اول نصيحة انتو حاولوا تحبوا الاشياء اللي حواليكن انتو حاولوا تقتنعوا بمثلا ما واحد يفكر والله هذا غني معتها هذا سعيد هذا ما معه مصاري معتها هذا سعيد او هذا مرتاح او ما اعرف شو ما حدا بيعرف الشخص التاني شو عنده ولا حدا بيعرف الشخص التاني شو حاسس لهيك نحنا نخلق السعادة من جواتنا والحمد لله حياتنا حلوي لو شو ما كانت حياتك لو شو ما كانت لو شو ما عم تعملي بالحياة حاولي تقنعي حالك فيها بلي انت فيه هذا الحكي مو معناته انه انت ما تطلعي تصيري لقدام او تشتغلي لحدة تصيري لقدام لا هذا الحكي معناته ارضي بلي انت فيه وحاولي تطوري منه لانه اذا واحد مو راضيان بالشغلة اللي هو عم يساوية او مو عاجبته هي الشغلة اللي هو عم يساوية بحياته ما حيتطور فيها لا فيها ولا بغيرها لازم انتو تحاولوا تساعدوا انفسكم باي شغلة شغلة التانية وهي شغلة عن جد كتير كتير مهمة نحنا ما نقيم بعضنا بمجرد ما نسمع اي شغلة من اي شخص وما نعيب او نقص من قيمة اي حدا من خلال قيمته المادية لانه المال ابدا ما بيعمل شخص النجاح والاسرار على النجاح وسقة الشخص بربه هي اللي بتعمل الانسان الناجح او الانسان السعيد او اي شي شو معنات هاي الجملة اول شغلة من اول شطر من الجملة هي انه نحنا لازم ما تقيموا الاشخاص يعني ما تقولوا مثلا والله هذا كذا هاي الاشياء كتير كتير بتتعب الانسان يعني لا تقولوا والله هذا مبسوط لانه معه مصاري وهذا مو مبسوط وهذا عمل وهذا ساوى وهذا ما بعرف شو ما حدا يقيم حدا كل الاشياء كلها تخلون بعيد عنها خلنا احنا نفكر بس بحالنا خلنا نفكر كيف نحنا نصير لانه معك مصاري ولا ما معك مصاري مو هاي الاشياء اللي هي اللي بتساويك اللي بتساويك اللي بيساويك هو عقلك هو تفكيرك هو ثقتك بربك تفاؤل هو اللي بيساوي الشخص الناجح ولا الشخص السعيد ولا الشخص يلي عاجبته حياته اللي عنده راحة اللي ضميره مرتاح هلا الشغلة الثالثة اللي انا كاتبتها اذا حاولتي تتناقشي مع حدا واختلفته فابدا ما تحكمي على الشخص من تفسيرك لحكيه او تحليلي حكيه على مزاجك او على رأيك دائما او تسمعي وبتنشي اذا ما عجبك الحكي او فسري حاولي دائما دائما تفسري حكيي الشخص اللي جنبك تفسير ايجابي صدقوني هاي هاي الحالة كفيلة انو انتي تخليك سعيدة عنجد صدقوني ومجربو جربوها وواطوني يعني هاي الحبة السحرية اللي عنجد ممكن تخلي اي انسان سعيد ليش تخيل انتي الحياة كلتا هي نقاش الحياة كلتا نحنا بدنا نتناقش هاي صفرة وهاي حمرة هاي حمرة وهاي صفرة هاي لبن ابيض لبن اسود دائما في نقاش فتخيل لي كل ما تناقشي انتي وحدا تفكري من عائلك والله حكي هيك لانو كزا لانو كزا لانو كزا واصد كزا وعمل كزا وساوا كزا هدا كل ياتو بيتعب المخ بيتعب القلب بيتعب الروح بيتعبنا فاما عندك حلين اما تجاهل تتجاهلي وتوقفي النقاش لحد دي انتي ما خلاص ما بدك تكملي وبس تقومي من ناحي النقاش خلاص تفوتي من هون تطلعي من هون او انك لما بدك تفسري حكي الشخص يلي عم تناقشي انتي ويا ما تفسري لانو انتي ضده بالنقاش لانو اي واحد حيكون بيختلف مع حدا حيصيري يفكر انو هاد بس ضدي وهذا يعني بصير انا بفسر حكي وبطريقة سلبية كتير هذا الشي بيخليني اكره الشخص اكره النقاش اكره الموضوع ممكن عصب ممكن اتوتر ممكن اتدايا ابكي هدول كل يأتون شغلات سلبية او طاقات سلبية بنعطيها نحنا لحالنا شوفوا كل حكي هو نحنا مع حالنا الاشخاص اللي حوالينا ما يلون علاقة بشي لحتى تقدري تفسري مو بس الحكي الحكي والفعل لحتى تقدري تفسري ليش شخص هيك عمل حطي حالك مكانه اذا عملتي هيك شو ممكن كان يصير واذا ما عملتي هيك شو ممكن كان يصير وهيك صدقوني انتو بترتاحوا نفسيا وجسديا وروحيا باتجاه الاشخاص وبالتالي انتو بترتاحوا فيا مع نفسكم هلا في دليل على هذا الحكي هو صراحة ان ما كتير حابة فوت بالدين بس دليل ديني هو في حديث عن نوعف للشعراتي هيك منكوشين المهم في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وان كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وان كان مازحا وببيت في اعلى الجنة لمن حسن خلقه الا اول شطر من الحديث اللي هو انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وان كان محقا يعني اللي بترك الجدال حتى لو كان معه حق هذا إله مكانة عند الله شوفوا ما أحلى لحكي وهي الشغلة تطبقوها لمدة أسبوع وشوفوا كيف حتتغير كل حياتكن بس طبقوها من قلبكن لحتى طبقوها بطريقة صحيحة وبطريقة عن جد تكون يعني مية بالمية هلا رابع شغلة اللي هي قبل الأخيرة وهي كمان حيحكي لكم عنا بالفيديو الجاية أكتر الحلم دائما بيبلش بخطوة قد ما كان صعب بيقدر الواحد يوصل لأي شي بدكن يا بالحياة إذا بدأ أول خطوة وتابع بنفس العزم والأصرار شوفوا في عالم كتير وأنا منكم لما بقرر بدي شغلة بصير عندي دافع إني هلا هلا بدي قوم ساوية هلا هلا بدي أعمل هلا هلا بدي ساوي لحتى وصل لحلم كتير كبير ممكن بعد يومين ولا بعد ثلاث أيام أنا ما كمل هذا الشي الخطأ فدائما الواحد بدي يفكر أي شي بالكون بدك توصلي له لو شو ما كانت صغير ولا كبير بدك تبلشي خطوة الأولى لحتى نبلش الخطوة الأولى كتير سهل لأنه نحنا منكون أصلا جعبالنا وبدنا ونتحمس وما بعرف شو منبلش أول خطوة بعدين منوقف لحتى توصلوا للحلم تبعكم لازم بالطريقة اللي أنتي بلشت فيها أول خطوة باتجاه الحلم اتكملي للأخير كمان هي شغلة كتير حلوة هاي الشغلة بقى صارت معي على القناة قناتي كانت واقفة لمدة سنتين تقريبا تقريبا أنا صليت ثلاث سنين عام للقناة لهلأ ما صرت مئة ألف ليش؟ لأنه كل مرة بفكر بقول بحط برنامج بدي أمشي عليه وبمشي عليه لمدة أسبوع وفعلا بهذا الأسبوع بلاحظ فرق بالقناة وعالم وناس وطعليقات وزيادة عدد مشتركين وكل شيء بعدين بوقف فترة برجع بقول نفس الشيء فلما يكون الواحد حط هدف قدامه وبلش يمشي فيه لما تبلش يتمشي فيه حاول يتضلي بنفس العزم وبنفس الإصرار وبنفس الشغل اللي أنت عم تشتغلي تكمليه للأخير حتى توصل إلى أنت بدك ياه صدقوني كل شيء بالدنيا بنقدر نحاقه كل شيء وأي شيء بنقدر نحاقه حتى لو شو ما كانت إمكانياتك لو كنت تحت الصفر مو ماديا تحت الصفر من الأشياء اللي أنت بدك توصلي لإيها بتدري توصلي إذا بلشتي صح وكملتي صح هلا آخر شغلي وأحلى شغلي بالنسبة لإلي هي حبوا حالكن حبي نفسك مو بالمعنى الآن حبي نفسك بمعنى لا تزعلية لا تخليها تحقد على حدا لا تخليها سلبية اهتمي بحالك وحبي حالك وحبي اللي حواليكي لأنه إذا حبيتي حالك وحبيتي اللي حواليكي هنن كمان حيحبوكي هتحبي العالم العالم هتحبك وثقي بحالك وطمني لحالك لحتى العالم توثق فيكي والعالم تتطمن لك شو معنات هذا الحكي؟ حبي حالك مو بمعنى أناني مو معنى أنه واحد يشوف حاله حالك انت حاولي تكوني إيجابية حاولي تحبي أي شي بالحياة حتى لو كان شي أحيانا يكون ضدك حاولي تحبي حاولي تتقبلي فكرة أنه أنا هذا شكلي هذا أنا هيك شعري هيك إيديي هيك جسمي هيك حياتي هيك مجتمع اللي حوالي هيك بيتي هيك جيراني هذا العفش تبعي هيك لهذا الأشياء البسيطة إذا حبتيها هتحبي فيها حالك لما أنت تحبي حالك مثلا اللي ما بدأ تسمن لا تسمن تحاول ما تسمن حابة قوي شعرك هتمي بشعرك حابة تكون بشرتك حلوة وصافية وكل شي حتى العالم يشوفوها حلوة وصافية وكل شي هتمي فيها حابة أنت يحبوك العالم حبي حالك من جوا خلي الجوا جواتك قلبك يحب العالم قلبك يحب الحياة لحتى الحياة تحبك والعالم يحبوك وثقي بحالك لا تقولي أنا ما بدأ تساوي شي حالك أنك بتدري تعملي كل شي لحتى العالم تعرف أو تثق فيك كمان إنه هاي البند أو بتقدر تعملي كل شي بديها كل شي بديك ياه مو بالمعنى السلبي كمان يعني دايما خدوا حكي بالمعنى الإيجابي دايما لازم تطبقوا تاني نصيحاتكم يها في هذا الفيديو اللي هي نتاخد الحكي بمعنى الإيجابي أي شي عم بحكي هون لما من لك حبي حالك وسقي بحالك مو معنى تشوفي حالك وتقولي أوه مجدرينك قالت لنا لأ حبي حالك بطريقة حلوة بطريقة العالم يحبوك فيها حبي حالك ساوي شعرك كل يوم مثلا كل يوم في الصبح دلل لي حالك يعني في الصبح عادي ارتاحي شربي فنجان قهوة إذا شغلك ساعة ستة في الساعة خمسة شغلك ساعة سبعة في الساعة ستة عادي هيك مع حالك ريحية وقبل ما تنام لا تكوني زعلانة من حدا لحدا ما حدا يكون زعلان منك وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو هذا كان كل شي لليوم إن شاء الله تكونوا حبيتون إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا إن شاء الله تقدرت توصل لكم الأفكار يلي أنا حابة وصل لكم إياها يلي عن جد عن جد عن جد إذا تطبقتوها كلياتا لتتغير حياتكن 180 درجة مع جوزك مع ولادك مع رفقاتك مع أهلك مع عمير ما كان فيمكن صعب كان علي شوي الحكي بالفصحة وهيك فحبيت تكون حكي هادي ولطيف من قلبي لقلبكن بدون ما يكون في كتير كتير تحضير لهذا الفيديو. فإذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات. اي حدا حابة بيضريف اي شي على الفيديو كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكون كل الفيديوهات الجديدة اللي انا حساوية. واشاء الله تكون هاي السنة سنة خير وسعادة وحب وتفاؤل وامل وحياة. علينا وعليكن وعلى كل حدا بده وهي السنة تكون هيك. وبس هدا كان كشي اليوم بحبكن كتير 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 وان شاء الله شوفكم بالفيديو شاي. باي.